مصر والخطوات الأخيرة لمجلس الأمن قبل ضرب سد النهضة وبيان عاجل جدا من الرئيس سيسي هام ننشره لحضراتكم ورئيس وزراء السودان وتصريحات النارية حول سد النهضة واجتماع طارق لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ فيه تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ فيه تفاصيل أول خبر معانا ومصر والخطوات الأخيرة لمجلس الأمن قبل ضرب سد النهضة وجه وزير الغارجية المصري سامح شكري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي المتحدث باسم الخارجية المصري السفير أحمد حافز قال إن خطاب الوزير المصري تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراض عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي قائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتين مصب مصر والسودان من خلال إجراءات وخطوات أحدية تعد بمثابة مخالفة صريح القواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وبحسب المتحدث فإن خطاب وزير الخارجية والذي تم تعميمه كمستند رسمي المجلس الأمن يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي ذكر حافز أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر اتجاه ذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناء والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها القالصة للتوصل الاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاثة ويحفظ حقوقها المصدر معنا كان من أرتيي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام يعني مصر أدام توجهت لمجلس الأمن وخلي بالكم أن دي المرة التانية ليست المرة الأولى في مدة في قانون الدولي المدة 51 يحق لأي دولة تعرضت لهجوم عسكري أو تهديد لمصالحها أو الاعتداء على أمنها قومي الرد والدفاع عن نفسها فمصر يعني وجهة نظر البسيطة أن مصر أول ما يبدأ يقع ضرر على مصر يجب على مصر أن تتحرك وفقا للقانون الدولي لحماية أمنها القومي وأمنها المائي يعني دي وجهة نظر البسيطة يمكن رأي حضراتكم أو يعني تعليقات حضراتكم ليها رأي تاني على هذا الخبر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يجيلكم كل جديد ويلا ندخل على الخبر التالي ننتقل لخبر آخر معنا وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي هم ننشره الآن لحضراتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية أن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود تنبيه الشاملة وأعرب عن استعداد مصر لمساندة الدول الإفريقية في ذلك الرئيس السيسي أكد خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية أكد حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الافريقية شدد على ان المرحلة الحالية تقتضي اطلاع القضاء الافريقي بدور مؤثر في تفعيل تنسيق بين الدول الافريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية سياغة مستقبل مشترك للقارة الرئيس السيسي اضاف ان جهود القضائية اصبحت تكتسب اهمية خاصة في دوق التحديات التنموية التقليدية وعلى رأسها ظاهرة الارهاب وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة التي تواجهها الدول النامية وفي مقدمتها الدول الافريقية في العالم ما بعد الوباء مشيرا الى ان وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الاطار من شأنه ارساء طباف قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الافريقية في التعامل مع تلك التحديات الرئيس سيسي شدد على استعداد مصر في هذا الامر لمساندة الدول الافريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة ونقل التجربة اليها وذلك من منطلق المسئولية الاخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الامر والتي تحتم عليها تسخير امكاناتها لمساعدة اشقائها الافريقى في محنتهم المصدر معنا كان من ارتي واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام انتل لقبر اخر معنا ورئيس وزراء السودان وتصريحات النارية حول سد النهضة اكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك ضرورة التواصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملءه تشغيل سد النهضة حتى تمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الاضرار التي يمكن ان تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء السوداني رئيس مفاوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي بحضور كل من مفاوض عام السلم والامن بالمفاوضية اديوي بنكوذي وكبير مستشاري رئيس المفاوضية ورئيس مكتب الاتحاد الافريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش بحث اللقاء الاوضاع في السودان فيما يخص مصار الانتقال الديمقراطي حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحا وافيا حول التقدم الذي احرزه حتى الان في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية كما قدم حمدوك شرحا حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة اكد لوفد الاتحاد الافريقي ان موضوع سد النهضة يجب ان يكون اطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول التلاتة رئيس مفاوضية الاتحاد الافريقي اكد دعم الاتحاد السودان لانجاح المرحلة الانتقالية مؤكدا متابعتهم للمفاوضات الحالية بشأن سد النهضة والعرض في هذا الصدد مساعدة مفاوضية في اطار الجهود التي يقضها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر السودان برضو رافضة لعملية الملء الاحادي الملء الثاني لسد النهضة زي مصر بالزبط مصر ايضا رافضة للعمل الاحادي الملء وتشغيل سد النهضة للمرة الثانية واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتقل خبر اخر معنا واجتماع طارق لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة يعقب بالدوحة السلساء المقبل الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات سد النهضة واطلاع الوزراء العرب على مقريات الاحداث ولتنبيه الاطراف العربية بخطورة المشهد وما يحمله من تهديدات تطال منطقة قرن الافريق الاستراتيجية وذلك رغم كل ما قدمته مصر والسودان من حلول ومقترحات ومحاولات للتواصل دون جدوى مع الموقف الاسيوبي سيتم خلال الاجتماع استعراض الاتصالات التي قامت بها مصر والسودان مع الاشقاء الافارقة والجهود التي بذلت على الصعيد الدولي لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتعريف بمجمل ما توصلت اليه مصر والسودان خلال المرحلة الماضية وبمخاطر ترك هذا الاقليم الاستراتيجي للتعاند الاتيوبي وان عدم الاستقرار تلك المنطقة يمس ايضا بالامن العربي في منطقة الخليج والبحر الاحمر بحكم جوار منطقة شرق القارة والمضايق بخطوط الامدادات النفطية والغازية وحركة الاساطيل النفطية عبر مضيق باب المندب مما يستدعي تعزيز الجهود المصرية والسودانية واتصالاتهما بالاطراف العربية والدولية للعمل من اجل احتواء هذا المشهد الذي يهدد المنطقة باكملها المصدر معنا كان من صحيفة الموجز نتمنى ان شاء الله ان الاجتماع بالدوحة يوم السلساء المقبل يكون يعني شيء ايجابي او يؤثر او يعني لطلع منه ان شاء الله بحاجة مفيدة او بقرار نهائي بخصوص ازمة سد النهضة لان الجانب الايثيوبي متعنت للغاية لا يريد ان يتفاوض واترك لحضركم اتعلي على هذا الخبر جينا لانهاية نشرت الاخبار البسيطة على قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي على الفيسبوك على يوتيوب ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة